أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام فيما أسروا وما أعلنوا وفيما بلغني عنهم وفيما لم يبلغني الحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير الخلق أجمعين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلي محمد وعجل فرده والعان أعداه ولعنة الله على قتلتهم وأعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين آمين الكلام في الأمر وما يجري مجره ذكرنا مثالا ورد في خبره عن أمير المؤمنين عليه السلام مادة أمر ولكن فرضنا العدول في مدلوله عن الوجوب إلى الاستحباب لقيام قرينة على ذلك وهو قوله عليه السلام في خبر آخر إن شئت ثم رجعنا من جديد إذ قلنا إن إن شئت هنا ليست بقرينة تساعد على هذا العدول لأن مفادها إن شئت الإبراء ففعل لا إن شئت الأداء ففعل وبهذا ما تمت القرينة فلذا لابد من البحث عن مثال آخر وهو ما روي عن عبد الكريم بن عتبة قال سألت الشيخ عليه السلام سألت الشيخ إمامنا الصادق عليه الصلاة والسلام هذه أيضا من ألقابه المجهولة عند معظم الناس كان الأصحاب أحيانا يعبرون هكذا يقولون سألت الشيخ عليه السلام يعني شيخ الأئمة شيخ بني هاشم شيخ أهل البيت في زمانه هذا طبعا يدخلنا في يعني شكل بس بين قوسين نذكر أنه البعض يحاولون الإشكال على استخدام اصطلاحات الآن رائجة في خصوص علماء الدين مثل اصطلاح آية الله العظمى مثلا يقولون ورد في الخبر أو في الزيارات مثلا التي يزار بها أمير المؤمنين عليه السلام السلام عليك يا آية الله العظمى وفي خبر آخر عن النبي صلى الله عليه وآله أو نحوه مضمون أنه آية الله الكبرى مثلا فيقولون كيف تستحلون أنتم إطلاق هذا اللقب على المراجع مثلا يعني في الحقيقة أنه ما لم تكن هناك قرينة على الاختصاص في الألقاب فلا حرج في الإطلاق على الغير طبعا مع ثبوت الفارق يعني هذا لما نقول عن المرجع الكذا آية الله العظمى وما معنى آية الله يعني من يدل على الله يعني من يكون دليلنا على الله عز وجل دليلنا على دينه وشريعته يقود الناس إلى الدين إلى الشريعة فأكيد أنه المرجع بهذا المعنى آية يعني علامة على الدين تقود الناس إلى الهدى إلى الدين إلى التزام بالشريعة وحينما يقال آية الله العظمى مثلا فالمراد أنه هو المرجع الجامع للشرائط الذي يصح له أن يفتي ويجوز للناس أن يعملوا بفتواه في قبال من هو دونه ممن قد يكون مجتهدا أيضا لكنه ليس بمجتهد أعظم فهي اصطلاحات صحيح هي اصطلاحات تقريبا مستحدثة هذه الألقاب التي تبين الرتب العلمية عند مثلا أهل العلم ولكن الكلام أنه هل يجوز الإطلاق أم لا القاعدة التي يمكن أن نلتزم بها أنه ما لم يكن محفوفا بقراء الاختصاص أنه هذا من الألقاب التي يختص بها الإمام مثلا عليه السلام فلا حرج في إطلاقه على غيره وإلا وهذا ردا ربما على بعض المتنطعين بعض الجهلة ما أدري إذا كان الحشوية وأمثالهم يطرحون هذه الأشياء لا أدري إذا كان أردتم أن تتوسعوا في ذلك فها هو دونكم الآن يلا هذا سألت الشيخة عليه السلام خلص جردوا كل من ها هنا من لقب الشيخ وفضوها سيرة خلصنا بعد مهشكين شو تقولون مثلا بل حتى أهل العلم بالمناسبة من هم أهل العلم الروايات تذكر أهل العلم الأئمة عليهم والسلام فإذا خلص ما يحق لكم أن تذكروا أحدا بالعلم مطلقا أصلا ما تقولون هذا الشيخ الفلاني من أهل العلم أصلا لا تسمونه شيخا لقب الإمام الصادق ممنوع خلص ما حد يتكلم ولي يتكلم ضربه بالنعال أنا رأسه تستخدم معه سياسة النعال مثلا ولا تصفون أحدا بالشيخ ولا أنه من أهل العلم وخلص قال فلان الفلاني وحجي فلان بس أكثر من هذا هم ماكو أي هذا نعم أي يعني حتى لفظ الإمام مثلا بعض كانوا يستحرمون أتذكر بعض كان عندنا حوزة قوم يعني بعض الإخوة كان يقول أنا ما أستحل إطلاق لفظ الإمام على أحد غير الأئمة المعصومين عليهم والسلام فإحنا كنا نناقش أنه شوفوا ما ينسبق إلى الذهن في العرف العام أنه المراد لما نقول والله الإمام الفلاني الإمام الشيرازي مثلا ما ينسبق أنه هذا إمام معصوم يعني مو بالثقافة الشيعية العامة أنه هذا إمام معصوم وإنه إمام من قبيل من يؤتم به مثل إمام الجماعة وهذا وارد في الأخبار لأما بأنفسهم عليهم والسلام أطلقوا على بعض أصحابهم لفظ الإمام وقال لولد أحدهم فإن أباك إمام لك مثلا يعني من تقتدي به من تأتم به يعني ما يجب أن يكون أن يكون لدى الناس مستوى ضحل في فهم الأمور وفي الاستنتاج ومن ثم يضيقون واسعا أو يوسعون ضيقا كل شيء بميزان بدقة من يريد أن يحطاط أيضا لا مانع من ذلك أما أن يعني يحد سنانه على المؤمنين على الآخرين لمجرد أنه اشتهر فيما بينهم اشتهرت ألقاب مثلا كما قلنا لا ينسبق إلى الذهن أو يتبادر منها لاختصاص بالمعصومين عليهم السلام هذا ما لا ينبغي نعم لو ثبت مثل مثل لقب أمير المؤمنين لقب أمير المؤمنين هذا مختص بأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام فإذا أطلق على واحد آخر طبعا هذا انحاربه فورا ونقول هذا من الغلو بل هناك رواية تقول ما رضي به أحد إلا كان مأبونا منكوحا أجلكم الله هذا بين قوسين بس نذكرها كذا ما دمنا ذكرنا لفظ هذه الرواية وهذا ثقة أيضا بالمناسبة عبد الكريم بن عتبة من أصحاب الباقر والصادق عليهما السلام عن عبد الكريم بن عتبة قال سألت الشيخ عليه السلام عن الرجل يستيقظ من نومه ولم يبل يعني من البول أجلكم أيدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها قال لا لأنه لا يدري أين كانت يده فليغسلها هذا محل الشاهد هنا ضعه تحته خطا فليغسلها أمر بشنو بالصيغة زين شنو مضمون هذا الخبر عبد الكريم بن عتبة يقول سألت الشيخ الصادق عليه السلام عن الرجل يستيقظ من نومه ولم يبل يعني ما ذهب تبول جلكم الله لأنه ليش يقول طبعا هذا السؤال على أساس أنه المتبول عادة لازم يستنجي فغالبا ما تتلوث يده تتنجس يعني فلازم يغسلها قبل أن يتوضع طيب هو يقول هذا قام من النوم ولم يبل زين يقدر يروح فورا للإناء إناء كان يخلون سابقا ممثل زماننا هذا يعدهم صنابير مياه ويفتح هذا الصنبور المياه وبكيف بعد لا يخلوا لهم إناء كان وهذا إناء دون الكر هذا يتوضن مننا عادة صحيح فيقول هذا لم يبل الآن استيقظ من نومه لم يبل فإذن المفروض إيدة شنو طاهرة يقدر يخلي بإيده بالإناء فورا يأخذ مقدارا من الماء ويتوطأ لما يصير لأنه هنا التفتوا إذا كانت اليد طاهرة فحينئذ وضوءه صحيح لكن إذا كانت متنجسة فوضوءه باطل لماذا وضوءه باطل لأنما في الإناء من ماء قد تنجس بمجرد أن يضع أصبعه فيه فقد تنجس لأنه ماء قليل يتفاعل مع النجاسة طيب فالإمام بماذا أجابه قال له لا ما يخلي لأنه لا يدري أين كانت يده أثناء النوم يعني ربما أثناء النوم يده مست نجاسة ما فليغسلها هذا أمر الآن زين ماذا نستفيد منه الوجوب أم الاستحباب دعونا نلاحظ فترى أنه عليه السلام أمر بغسل الرجل يده قبل إدخالها في الإناء للوضوء مخافة أن تكون اليد قد قد مست نجاسة أثناء النوم فيتنجس الماء في الإناء ولا يصح الوضوء به الإمام أمر المفروض وجوب الآن صحيح إلا أن هذا الأمر محمول على الاستحباب لقيام القرينة على ذلك وهو هذا قيام القرينة وهو ماروية عن سماعة قال سألته عن رجل يمس الطست أو الركوة الركوة أيضا إناء متعارف عندهم يتوضون من يغسلون به كذا سألت عن رجل يمس الطست أو الركوة ثم يدخل يده في الإناء قبل أن يفرغ على كفيه قال يهريق من الماء ثلاث حفنات وإن لم يفعل فلا بأس هنا محل الشاهد يعني القرينة هنا وإن لم يفعل فلا بأس ضعوا تحتها خطا وإن كانت أصابته جنابة فأدخل يده في الماء فلا بأس به إِلْ لَمْ يَكُنْ أَصَابَ يَدَهُ شَيْءٌ مِّنَ الْمَنِي إِلْ لَمْ يَكُنْ أَصَابَ يَدَهُ شَيْءٌ مِّنَ الْمَنِي وَإِنْ كَانَ أَصَابَ يَدَهُ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْمَاءِ قَبْلَ أَنْ يُفْرِغَ عَلَى كَفَّيْهِ فَلْيُهْرِقِ الْمَاءَ كُلَّهِ مضمون الخبر هو هذا أنه الرجل إذا مس يعني كان يشيلون هذا الطست مثلاً أو هذا الإناء الذي فيه ماء ينقلونه من موضع إلى موضع هو يريد يتوضى منه مثلاً الآن طيب هو ما غسل يده من قبله هو لما يشيل هذا الإناء أحياناً للأصابع أي يعني تلامس الماء هذا توضع في الماء وهو ما غسل يده قبل ذلك فالإمام أعطاه هذا الحكم أنه يهريق من الماء ثلاثة حفنات وإن لم يفعل فلا بأس ماكو شيء عليه وإن كانت أصابته جنابة حتى إذا مصاب بالجنابة فأدخل يده في الماء فلا بأس به هذه أيضاً قرينة أخرى هم ضعوا تحتها خطاً فلا بأس به قوله عليه السلام فلا بأس به بس بشرط ماذا إن لم يكن أصاب يده شيء من المني متيقن هو هو صحي على جنابة بس إيدة شنو طاهرة ما أصابها شيء من المني إذا خلا بالماء الماء ما تنجس وإن كان أصاب يده شيء من المني يعني فأدخل يده في الماء قبل أن يفرغ على كفيه قبل أن يطهره ماء فليهرق الماء كله لأنه كله قد تنجس ما دام ماء قليلاً زين هذا خبر تضمن قرينة يعدل بها من الوجوب إلى الاستحباب خبر آخر قرينة آخر وما روي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الجنوب يحمل الركوة أو التور كلها أنا يعني أواني عندهم سألته عن الجنوب يحمل الركوة أو التور فيدخل إصبعه فيه قال وقال إن كانت يده قذرة فأهرقه طبعاً القذارة هنا شنو المراد بالقذارة المراد بالقذارة النجاسة نعم إن كانت يده قذرة فأهرقه وإن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه يعني يقدر هذا الماء اللي في العناء يقدر يغتسل منه لأنه ماء طاهر حتى إن مسته يده لأنه ليس عليها قذر أي نجاسة فليغتسل منه نعم هذا أيضاً أمر بالصيغة هذا مما قال الله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حراج نعم لا فأهرقه لأنه يتكلم عن الرجل الرجل وبعدين يقول فليغتسل ذلك الرجل المفترض لأن السال يسأله يقول سألته عن الجنوب نعم ما جعل عليكم في الدين من حرج قاعدة نفي الحرج فيقال مع هذه القرائن أن أمره عليه السلام في حديث عبد الكريم بغسل المستيقظ يده هذا الذي كان نائماً حديث عبد الكريم بن عتبة كان نائماً مستيقظ والإمام قال لا فليغسلها إنه لا يدري أين كانت يده صحيح يقال مع هذه القرائن يقال بأن أمره عليه السلام في حديث عبد الكريم بغسل المستيقظ يده إنما هو الاستحباب تحصيل يقين جديد بالطهارة وإلا فإن الأصل أن الشكاة لا ينقض اليقين هذه قاعدة نعم استصحاب هو الآن قام من النوم وقام من النوم صح هو لا يدري الآن هو لا يدري يده هذه طاهرة أم متنجسة يبني على اليقين الذي كان من قبل وهو أنها كانت طاهرة لا ينقض الشك اليقين صحيح ولكن الأمر بغسلها لأنه لا يدري أين ذهبت يده حال النوم هذا لتحصيل يقين جديد بالطهارة تحصيل اليقين الجديد بالطهارة أمر مستحب وليس واجبا عينا مثل مسألة الشخص الذي شاك الآن أنه هل انتقض وضوءه أم لم ينتقض يجوز له أن يبني على يقينه فيصلي ولكن إن أراد الاستحباب يجدد وضوءه لتحصيل يقين جديد بالطهارة وقد قال العلامة الحلي في المنتهى الأمر وإن كان في الأصل للوجوب إلا أنه قد يستعمل كثيرا في الندب وقد دللنا على الاستحباب يعني دلوا لنا عليهم السلام على الاستحباب فيحمل عليه يعني هذا الأمر الذي ورد بغسل اليدين أن يغسل المستيقض يده قبل الشروع في الوضوء هذا وإن كان الأمر في ظاهره دالا على الوجوب إلا أنه كثيرا ما يستعمل في الندب ندب مندوبات مستحبات وقد دللنا على الاستحباب في الأخبار الأخرى التي تقدمت وإن كانت لا تتكلم عن نفس الفرض وهو فرض الاستيقاظ من النوم انتبهوا لكن المضمون في الحكم واحد المضمون الحكمي واحد وهو أنه لا يدري ماذا أصاب يده سواء في حال اليقظة أم في حال النوم لا يدري يبني على اليقين خلص فإذن إذ دللنا على الاستحباب في تلك الأخبار الأخر قلنا به فيحمل عليه هذا مثال ينصرف فيه الأمر من الوجوب إلى الاستحباب لانتصاب القرينة هذا مثال تام ليس كمثل المثال الأول هذا وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجعهم ارحمنا بهم والعناد